السلام عليكم اليوم سنحضر طريقة عمل سمبوسك بالماش والعدس وهذه السمبوسك دائما موجودة بالبصرة أهل البصرة يعرفوها هنا عندي اثنين كوب دقيق طحين وقليل من الزيت النباتي ورشة ملح وكوب ماء واذا شفتوه تحتاج بعد ما يضيفو لها يعني لضيفو لها بللوا اديكم وعجنوا لضيفو لها زيادة يعني من تبللوا اديكم وتعجنوها تصير لينة اذا احتاجت حسب نوع الطحين هاي هي العجينة راح اتركها ترتاح فترة وبعدين استعملها هاي عندي الماش والعدس هذا انا سالكته يعني مو مستوي زايد وصير لين لا طبيعي وشفتوه العدس وهذا هذا العدس وقبله شوفتكم الماش حتى تعرفوه شن العدس وشن الماش اكوا يسئلوني عنه هاي العجينة فتحتها انا من بعد ما ارتحت وداء شويها بالطاوة لمدة ثانية يعني مو هواية مجرد يتلامس الطاوة الحرارة العجينة تلامس حرارة الطاوة واقلبها واشيلها يعني مجرد لمس مو هواية حتى اقدر اقطعها واستعملها بهالصورة هسا راح اشيلها وراح شوفوها اشلو نقطعها وممكن اذا ما تقدرون هاي العجينة نفس الحشوة تستعملوها مع ورقة القلاج او ورقة البسبوسة اللي تنباع جاهزة هاي عندي بصل مثروم كوب بصل مثروم والبطاطا المقلية المكعبات ثلاثة راس بطاطا وعندي هنانا الماش والعدس المسلوق راح اخلطة زين اضيف واحد ملعقة صغيرة كاري ونصف ملعقة اكل فلفل احمر حار وملعقة صغيرة كمون وملح حسب الرغبة وممكن البصل الاخضر تستعملون كراث حسب الرغبة هاي السمبوسك هندية فتكون حارة وممكن تستعملون بارد حسب الرغبة هاي هنانا عندي مي وطحين انا خالطته وشوي يكون ثخين بس مو عجينة حتى السق به هاي القطع مال السمبوسك اللي حضرناها سقطعتها وراح اخلي شوي ادهنها بالمي والطحين اللي خلطته هسا راح تشوفون والسقها بهالصورة هاي قليل بصبعي وراح ألسقها بهالصورة صور مثل القمع تقريبا مثل القمع اخلي بها الحشوة اخلي بها الحشوة وايضا النهاية مالتها اخلي لها هاي المي والطحين والسقها واتركها وبعدين اقليها بزيت غزير زيت نباتي هاي بهالصورة هسا دا شوفون اشلون صارت عندي مثلثة مفتوحة وراح ألسقها شوفوا بهالصورة هاي على مود اطويها بعديا وألسقها بهالصورة ولا تخافون ما راح تنفتح لان انا سويت كمية وما انفتحت عادي يعني زيت غزير وساخن وخليتها به وكملت عادي طبيعي وكانت حيل طيبة يعني هاذا هاذا شكلها هاي الثانية راح أسويها هاي راح ألسقها اطويها واحدة على الثانية مثل ما دا شوفوني بالضبط عادي للصير هاي وممكن تستعملون ورقة القلات مثل ما قلت لكم وتخلون هاي الحشوة بيها هاي تفيد النباتيين وأيضا تفيد الناس العاديين طيبة حيل يعني اللي يحبون اللحم هم راح يحسون بيها كأنه بها لحم لأن طعامها حيل طيب وعموما هي هاي الماش والعدس هم نوع من البروتين النباتي تفيد يعني الجسم هاي شوفوا شلون دا أدهنها بهذا الخليط مال الطحين والمي وألسقها انتبهوا للا تخافون ما راح تنفتح يعني حاولوا تخلون بعد من هاي الخليط وتسوها هذا هنا دا أقليها شوفوها شلون تطفو فوق السطح مالة الزيت هاي طلعتها هاي آية هي وهذا شكلها النهائي جربوها وإن شاء الله تعجبكم وألف عافية